فتفسير القرآن في مرحلة التنزيل يأخذ من محمد صلى الله عليه وآله القرآن نزل على قلبه وفي مرحلة التأويل بحسب محمد أرجعنا إلى علي وآل علي لو أن إمام زماننا ظاهر الآن فمن أين نأخذ التفسير هل نعود إلى الروايات والأحاديث مثلا والإمام موجود نعم إذا أرجعنا الإمام إلى الروايات والأحاديث فإننا نعود إليها أما إذا كان الإمام يفسر القرآن بحسب زمانه بحسب الوقت الذي هو فيه فتفسير القرآن نأخذه من إمام زماننا هذا هو الوجه المتحرك في بيعة الغدير إذا أرجعنا إلى ما جاء عن علي وآل علي فإننا نعود إلى تلكم الأحاديث والروايات في زمان غيبته أرجعنا الإمام إلى الروايات والأحاديث لأن الأئمة الذين سبقوه أرجعنا إلى هذه الروايات والأحاديث وهو مضى على ما مضى عليه أباؤه الأطيبون الأطهرون صلوات الله عليه وعليهم وهذه الأمور واضحة جلية لا أحتاج إلى أن أثبتها فهي من بديهيات ثقافتنا وعقيدتنا الشيعية في سورة الإنسان الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة من سورة الإنسان والتي قد تسمى بسورة الدهر أيضا وتسمى بسورة هل أتا ماذا جاء في هذه الآية إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فالقرآن نزل تنزيلا على محمد صلى الله عليه وآله اخترت هذه الآية لأنها تشخص المعنى بشكل واضح جدا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله والحديث بصيغة مؤكدة إنا نحن إنا ونحن بالإمكان أن تقول الآية إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا ولكن جاء التأكيد إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وجاء المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل لتأكيد المعنى فتنزيلا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل نزلنا لهذه النكات والتي بحاجة إلى تفصيل في بيان مضمونها اخترت الآية لكنني في مقام الإيجاز إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فمن أين نأخذ التفسير نأخذ التفسير منه في مرحلة التنزيل بدأت مرحلة التأويل هو الذي أرجعنا إلى عليا فهل نأخذ القرآن من الصحابة البدو الذين ما كانوا يفقفون شيئا من عباد الأصنام كثير منهم من أولاد العواهر تأريخهم هكذا يقول ما أنا الذي أقول كثير من المهاجرين من كبار الصحابة كانوا من أولاد العواهر أمهاتهم من العواهر معروفات في كتب التأريخ في كتب المخالفين أنفسهم الذين ينشأون في مثل هذه البيئة نعم الإسلام يجب ما قبله والإنسان ابن نفسه لا شك في ذلك لكن لا أن يكون مصدرا لتفسير كلام الله كلام الله له خصوصية وتفسيره له خصوصية فمثلما هناك خصوصية في الذي يكلمه الله وهو الذي ينقل لنا كلام الله هناك خصوصية في الذي يفسر كلام الله ففي مرحلة التنزيل محمد صلى الله عليه وآله انتهت مرحلة التنزيل ونسخت وطوي ذلك التفسير ودخلنا في مرحلة التأويل فبايعنا عليا على أن نأخذ التفسير منه لأن القرآن أنزل عليهم أنزل على محمد وآل محمد إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل إذا ذهبنا إلى سورة محمد وإلى الآية الثانية بعد البسملة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد بتشخيص الاسم صلى الله عليه وآله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كيف يؤمنون بما نزل على محمد ما لم يعلموا تفسيره فلابد أن يفسر من الذي يفسره محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل وحين نسخت مرحلة التنزيل لا بد من مفسر في مرحلة التأويل مشخص من قبل محمد صلى الله عليه وآله من هو هذا؟ علي وآل علي وهذا علي يفهمكم بعدي فكيف نترك علي ونذهب إلى المنهج العمري في تفسير القرآن يا مراجع النجاة وكيف تضحكون على أنفسكم من أن القرآن يفسر بعضه بعضا من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر نعم نحن نفسر القرآن بهذه الطريقة أن نفسر بعض القرآن ببعضه وفقا لموازين العترة وفقا لرواياتهم وأحاديثهم وليس أن نقوم بعزل الروايات والأحاديث كما فعل الطباء طباء في الميزان وفعل غيره وراحوا يفسرون القرآن بعيدا عن الأحاديث والروايات وفقا لهذا المنهج من أن القرآن يفسر بعضه بعضا من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر جاء بشيء لا صلة له بدين محمد وآل محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد فإن محمدا قد فسره لهم ولما جاء عصر التأويل أرجعهم إلى علي واشترط عليهم ذلك في بيعة الغدير وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ونذهب إلى سورة الشعراء في سورة الشعراء في الآية الثانية والتسعين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها من الآيات وإنه لتنزيل رب العالم الحديث عن القرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أين نزل؟ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لكنه في الحقيقة هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم الحقيقة هكذا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الزخرف مرت علينا قبل قليل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهو الذي يقول فاطمة قلبي تتذكرون حديث الكساء وكيف أن فاطمة كانت في نفس المشهد في العالم الأرضي وفي العالم العلوي لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم ماذا نقرأ في الخطبة القاصعة من خطب سيد الأوصية صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يحدثنا عن اللحظات الأولى من البعثة المحمدية الشريفة وأنا أقرأ عليكم من نهج البلاغة إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 219 هذه الخطبة هي الخطبة القاصعة والتي رقمها 192 ماذا يقول أمير المؤمنين بعد أن سمع ما سمع ورأى ما رأى من كل الذي جرى في تفاصيل مراسم وإجراءات بداية البعثة النبوية المحمدية فبعد أن سمع ما سمع ورأى ما رأى رسول الله يقول له والذي ينقل لنا أمير المؤمنين في خطبته القاصعة في نهج البلاغة الشريف قال له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي هناك خصوصية عندي أنا محمد هذه الخصوصية تخصني وأنت لك خصوصيتك يا علي ولكنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى النبي يتحدث بشكل مطلق لا يتحدث عن حادثة بعينها فعلي يسمع ما يسمعه النبي ويرى ما يراه النبي وكذلك فاطمة وحديث الكساء الذي مر علينا كان مثالا واضحا لهذه الحقيقة إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى لذا في مرحلة التأويل كان مصدرنا في التفسير علي صلوات الله وسلامه عليه مثل ما وع uncertainty محمد صلى الله عليه وآله مصدرنا في التفسير في مرحلة التنزيل والأمر هو وهو لو كان علي في مرحلة التنزيل لكان مصدرا لتفسيرنا ولو كان محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة التأويل لكان مصدرا لتفسيرنا محمد هو علي وعلي هو محمد إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى وهذا المضمون هو هو الذي في الآية الحادية والستين من سورة آل عمران إنها آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى وقلبك قلبي وحين نزل الوحي على قلبي فإنه نزل على قلبك إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى حينما نذهب إلى الآية الآية السابعة والتسعين بعد البسملة من سورة البقرة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فإنه نزله على قلبك بإذن الله المضامين هي هي وحين نقرأ في الآية الحادية والستين بعد البسملة من آل عمران وأنفسنا وأنفسكم وإنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى فكان محمد يفسر القرآن في مرحلة التنزيل وهي مقدمة مقدمة بعثة محمد الحقيقية في دولته العظمى هناك يظهر الله دين محمد على الدين كله هناك تبسط ولاية محمد صلى الله عليه وآله في كل مكان يمكن أن تبسط فيه ولاية أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل وهنا نصل إلى تعريف القرآن لنفسه وقد مر علينا هذا في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهذه الآية جاءت بعد آية تتحدث عن شيء مكتوب ومقروء الآية الثامنة والأربعون بعد البسملة من سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الحديث هنا عن شيء مكتوب ومقروء والآية ذكرت من أن النبي لم يمارس هذا العمل بمرء من قريش لم يشاهد أحد رسول الله وقد مارس عمل الكتابة والقراءة فليس هناك من شيء مكتوب ولا مقروء إذن ما هو هذا القرآن بل هو آيات بينات هذا البيان بشكل ذاتي مدع في هذه الآيات ولكن إذا وضعت في محلها الصحيح هذا القرآن بشكل ذاتي يشتمل على البيان ولكن أين عندي أو عندكم أو عند صحابة يتحقق هذا الأمر في هذه الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الذين أوتوا العلم بحسب تقييم الله الله يسميه علم ويقول عنهم من أنهم أوتوا العلم أوتوا إنه فعل مبني للمجهول ليس هم الذين ذهبوا لتحصيل العلم ولذا مر الحديث عن عدم ممارسة النبي لكتابة وقراءة الآيات تتعاضد فيما بينها في جميع حيثياتها لكنني لا أجد وقتا كي أشير إلى جميع النكات والنقاط اللامعة الواضحة الآية السابقة واضحة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون لا يحدث عندكم اشتباه وتتصورون أن الآية كما يقول نواصب السقيفة وكما يقول نواصب النجف من الشيعة من مراجعهم من أن الآية تتحدث عن أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة الآية تتحدث عن عدم ممارسته للقراءة والكتابة بمرأة من الناس فالقرآن إذن لم يكن بشكل مكتوب أو مقروع في حقيقته حقيقته هي هذه بعد ذلك كتب على الوسائل التي كتب عليها وبها لأجل تسهيل الأمر على المسلمين حقيقة القرآن هي هذه بل هو آيات بينات وهذه الآيات ليست بحاجة إلى تفسير بالنسبة لهذه الصدور لأن الآيات تفسر نفسها بنفسها للصدور هذه بل هو آيات بينات فهذه الآيات ذاتا هي تخبر عن نفسها بنفسها لا تحتاج إلى تبيين لأن البيان للآيات بالنسبة لنا يأتي مضافا أما بالنسبة لهذه الصدور فالآيات بحد ذاتها بما هي 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 آيات بينة إذا ما وضعت في خزائنها الحقيقية ومن هنا فإن التفسير لا بد أن يؤخذ من هناك لا أن يؤخذ من نواصب السقيفة أو من نواصب النجف من مراجع الشيعة من نواصب الشيعة بل هو آيات بينات في صدور الذين أهتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون هؤلاء نواصب السقيفة نواصب سقيفة بن ساعدة ونواصب سقيفة بن مرجعية هؤلاء هم الظالمون لأنهم يجحدون بحقائق القرآن التي بيّنها لنا أئمتنا ويذهبون إلى هراء النواصب وإلى هراء أنفسهم ويضحكون علينا فلان الفلان مفسر والله ما هو بمفسر نحتاج إلى تبديل بعض الحروف خصوصا الحرف الأخير نحتاج إلى تبديله إلى حرف آخر إنه ليس مفسرا هو شيء آخر هو شيء يمكننا أن نميزه من خلال الروائح بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أهتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ما هو القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران بشكل صريح وواضح وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لماذا جعل هذا الأمر محصورا بهم جعل هذا الأمر محصورا بهم بعد الله لأن الله هو الذي أنزل الآيات البينات فهل أن الله لا يعلم بتأويلها الآيات البينات نزلت من الله أين نزلت نزلت في هذه الصدور فهي لا تحتاج إلى بيان لأن الآيات بينة بشكل ذاتي ولذا فإن الحقائق الأولى والحقائق الأصلية للقرآن في مقامه الأول عند الله وعندهم من هنا وما يعلم تأويله أي حينما نرجعه إلى مقامه الأول فالتأويل إرجاع إلى الأول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا ذهبنا إلى سورة الحجر وإلى الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الحجر إن نحن تأكيد وتأكيد واضح إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تأكيدات تأكيدات إن هي إننا ولتشديد المعنى يمتزج التأكيد في إن مع الضمير فما قالت الآية إننا وإنما حدث الامتزاج فصار الضمير جزعا من التأكيد وصار التأكيد جزعا من الضمير إن نحن نزلنا الذكر وإن وإن مرة أخرى وإن ولم تقل ونحن له لحافظون وإن أيضا هنا امتزج التأكيد في إن مع الضمير وإن له لحافظون وهذه لام التوكيد توكيد بعد توكيد بعد توكيد أين هذا الحفظ في الصدور في الخزائن الحفظ هناك وليس الحفظ على الوراق بإمكان أي إنسان أن يزور القرآن أن يحرف القرآن وحدث هذا في التأريخ زوروه وحرفوه خزانة الله ليس في هذه الأوراق نحن لا ندري مدى طهارة هذه الأوراق من أي مادة صنعات لا ندري مدى طهارة الجلود التي تغلف بها المصاحف من أي جلد من أي مادة ولا نعرف أصول المواد التي لونت بها المصاحف هل هي طاهرة هل هي نجسة نحن نبني على الطهارة لكننا لا نعلم الحقيقة البناء على الطهارة أمر ضني خزائن الله ليست في هذه الأوراق وإن الله أنزل ذكره في تلك الخزائن وقام بحفظ ذكره في تلك الخزائن إنا نحن نزلنا الذكر أين نزله نزله على قلب محمد على قلوبهم نزله في تلك الصدور بل هو آيات بينات أين في تلك الصدور الطاهرة المطهرة تلك هي الخزانة هناك نزل القرآن وهناك حفظ القرآن ومن هناك تخرج القراءة ومن هناك يخرج التفسير هذه هي بيعة الغدير عرفتم الآن أو لا هذه هي بيعة الغدير لأن الجهة القادرة على المحافظة على القرآن هو صدر المعصوم فقط لا هذه الأوراق ولا المراكز التي من شأنها نذهب إلى فاصل الخزانة التي يحفظ فيها القرآن هي صدورهم وليست هذه الأوراق التي كما قلت لكم قبل قليل لا نعرف مصدر موادها الأصلية أساسا ولا هي مجامع ومراكز طباعة القرآن أو المؤسسات التي يقال عنها مؤسسات قرآنية فإن الله لا أنزل القرآن على هؤلاء ولا جعلهم خزائن لقرآنه الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على محمد وآل محمد أنزله على قلب محمد ثم خزنه في صدورهم وبقي القرآن محفوظا مطهرا في تلك الصدور الحافظة الطاهرة المطهرة والآية واضحة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في المكان الذي أنزل فيه تم حفظه دققوا النظر في الآية إنا نحن نزلنا الذكر فلا يعقل أن الذكر ينزل على قلب محمد ويحفظه الصحابة في أوراق أو على جريد الناخل أي منطق هذا أي هراء هذا حتى لو كتب بإشراف من محمد صلى الله عليه وآله وبإشراف من عليين حتى لو تم الأمر بهذا الشكل فهذه لأجل تعليم المسلمين يعلمهم الكتاب والحكمة من جملة شؤون تعليم الكتاب والحكمة أن يوجد مصحف مكتوب وهذا شيء طبيعي كيف كان يعلمهم الكتاب والحكمة لابد من وجود شيء مكتوب وإلا هل كان صحابته من النوابخ كيف يعلمهم كيف تعلمون لابد من وجود شيء مكتوب في زمان النبي وبعد زمان النبي لكن الحفظ للقرآن في صدورهم وإلا لماذا أحرقوا المصاحف حتى إذا حملناهم على المحامل الحسنة لأنهم وجدوا فيها أخطاء وجدوا فيها تحريف لذا أحرقوا المصاحف وكل ذلك نحن لا نعبأ به ليس مهم القرآن واضح ليس من المنطقي من أن الله بكل هذا التأكيد يريد أن يحفظ القرآن ينزله على قلب محمد وبعد ذلك يتركه بيد الصحابة أي كلام هذا أي منطق هذا فلابد أن يحفظ القرآن في خزانة إلهية تلك الخزانة الإلهية صدورهم هو أخبرنا القرآن عن ذلك وجعل لتلك الصدور قيمة ما أنا الذي أقول القرآن هو الذي يقول الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للقويمة سألوا علماء البلاغة كيف نؤول هذا الكلام تأويله هكذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى لا أتحدث عن تأويل القرآن أتحدث عن تأويل الكلام العربي من أساليب البلاغة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام نريد للأمر أن يكون بتعبير أوضاح ما المراد يهدي للقويمة من هي هذه القويمة هي التي جاءت في سورة البينة كي يكون الأمر بينا وواضحا وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وذلك دين القيمة يهدي للتي هي أقوام للتي هي أقوام هي القويمة القويمة هي الأكثر استقامة الأكثر استقامة هي التي ستكون قيمة الله هو الذي يقول وذلك دين القيمة فهذه الصدور لها قيمة معها قيمة محمد نفسه قال عنها أم أبيها الإشارة واضحة وبينة جدا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهناك خزائن وهناك قيمة هكذا يحفظ القرآن لا أن يسلم الأمر بيد الصحابة لو كان هناك من مجال لحدثتكم كيف جمع بحسب رواياتهم كيف جمع عمر بن الخطاب القرآن طريقة مضحكة جدا بحسب كتبهم بحسب كتب المخالفين إذا أردتم الإطلاع على هذا عودوا إلى مجموعة حلقات القرآن والتحريف فيها من المعلومات الكثير وبالحقائق والوثائق والدقائق مجموعة حلقات هي جزء من برنامج الكتاب الناطق عودوا إلى تلكم الحلقات كي تطلعوا على التفاصيل التي لا تعرفونها ولا يعرفها حتى مراجعكم الأغبياء إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالجهة التي نزل عليها الذكر ونزل فيها الذكر هي الجهة نفسها التي يحفظ فيها هذا القرآن صدورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لو ذهبنا إلى سورة الجاثية وإلى الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة الآية التي تسبقها وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا بحسب قراءة حفظ وحتى بحسب القراءات الأخرى عند المخالفين القراءة كلهم يقرؤون بهذه القراءة على حد علمي لا أعرف قراءة عند المخالفين بحدود الطلاع تخالف هذه القراءة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق في قراءة أهل البيت هذا كتابنا ينطق ليس الكتاب هو الذي ينطق وإنما ينطق هناك ناطق ينطق به هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذه قراءة آل محمد نفسر القرآن بها لكننا في زمان الغيبة مأمورون أن نقرأ بما في المصحف فإننا نقرأ هذا كتابنا ينطق عليكم تسليما منا لأوامرهم وإلا فإن القراءة الصحيحة هي هذه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا يأتي منسجما بالكامل مع الآية الثانية بعد العاشرة من سورة ياسين بعد البسملة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هذا هو الاستنسخ نستنسخ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أنا الآن أنا الآن أقوم بتفسير القرآن بالقرآن ولكن وفقا لرواياتهم وأحاديثهم أما أن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لمنهج الطبا طبائي محمد باقر الصادر محمد تقي المدرسي وأمثال هؤلاء محمد حسين فضل الله الذين كتبوا محمد جواد مغنية أسماء كثيرة هؤلاء يخالفون منهج العتران فإن من ضرب القرآن بعضه ببعض من ضرب بعض القرآن ببعضه فقد كفر آل محمد يقولون ما أنا الذي أقول لأنه سيذهب إلى الضلال سيحرف كلام الله عمدا أما أن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لمنهجهم وفقا لرواياتهم وأحاديثهم فهذا هو الصواب بعينه أعود إلى سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها ما هو كتابنا نحن اليوم تجزون ما كنتم تعملون بحسب قراءة المصحف هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بحسب قراءة آل محمد هذا كتابنا ينطق هناك ناطق ينطق به هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قراءة المصحف قراءة محمد وآل محمد هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنها الآية بعينها الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي هو الذي يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء هناك آية في سورة المؤمنون لا أجد وقتا في الحقيقة أرى الوقت يجري سريعا فماذا سأصنع لكم وماذا سأصنع لنفسي وماذا سأصنع لهذا البرنامج أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكهف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف كان في نية أن أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وكان في نية أن أقرأ عليكم من تشسير القمي بهذا الخصوص وأن أتناول بعضا من الأحاديث كي أكمل مرادي لكنني سأكتفي بهذه الرواية التي نقلها لنا شيخنا الكوليني في الجزء الثامن من الكاف الشريف من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 47 الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قلت له أبو بصير يقول للإمام الصادق قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قرأها أبو بصير كما هو معروف بين المسلمين كما هي قراءة حفص كما هي قراءة المصحف هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فقال إمامنا الصادق إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق بالتأبيت إن الكتاب لم ينطق ولينطق ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الناطق بالكتاب قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قرأها الإمام الصادق بقراءتهم أبو بصير يقول قلت جعلت فداك إنا لا نقرأها هكذا فماذا قال الصادق قال هكذا والله نزل به جبرئيل على محمد ولكنه فيما حرف من كتاب الله فالإمام هكذا قرأها هذا كتاب نا ينطق عليكم بالحق لأن القرآن محفوظ في صدورهم لا لا في أوراق يعبث بها العابثون الآية في سورة الحجر تتحدث عن حفظ لا مجال لخرقه فكيف كيف يخترق بهذه الطريقة الحفظ المؤكد والمشدد هو في صدورهم وتلك صدور لا يمكن اختراقها لا من قبل الشياطين ولا من قبل الملائكة ولا من قبل أي أحد لا من الأخيار ولا من الأشرار تلك هي خزانة الله وهناك يحافظ الله على أسراره وعلى قرآنه قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال قلت جعلت فداك إنا لا نقرأها هكذا فقال هكذا والله نزل به نزل بالقرآن جبرائيل على محمد ولكنه فيما حرف من كتاب الله فالحفظ في صدورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين